تعطي الدولة اهتماما كبيرا للذوي الهمم لتمكنهم من المشاركة بفاعلية مع باقي أفراد المجتمع باعتبارهم شريكا أساسيا في الوطن الزميل الرجائي رمزي يطلعنا في عرض معلوماتي عن أبرز جهود الدولة لدعم وتمكين ذوي الهمم أهلا بكم دعم رئاسي متواصل لتعزيز وحماية حقوق قادرون باختلاف ليزيد من اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة الحياتية والمجتمعية بعد أن عالوا من التهميش في العقود السابقة إذن الدولة تولي ملف حقوق قادرون باختلاف أهمية بالغة تجلى ذلك في العام 2016 مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح أسيسي مبادرة دمج تمكين مشاركة بهدف تطويع قطاع التصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية لهم بسهولة والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل ومع استمرار الدعم الرئاسي لقادرون باختلاف خصص الرئيس أسيسي العام 2018 ليكون عام ذوي الهمم مما أدى إلى تقديم كافة أجهزة الدولة عددا كبيرا من الإجراءات والآليات لدعم الأشخاص ذوي الهمم فضلا عن الألاف من الوظائف المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الهمم ويعد قانون حقوق الأشخاص قادرون باختلاف واحدة من القوانين المهمة التي حرصت القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة تشريعية للحماية الاجتماعية لهم بالفعل صدر القانون في العام 2018 وفي العام 2019 تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019 الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق قادرون باختلاف في العام 2020 صدق الرئيس السيسي على قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف للمساهمة في تقديم الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الهمم وإيمانا بحقهم الدستوري حرصت الدولة على توفير تسهيلات جديدة لقادرون باختلاف وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لتيسير العملية الانتخابية وفي آخر 2021 أعلن الرئيس السيسي حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لقادرون باختلاف من بينها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات بجميع المتطلبات المجتمعية ثقافية التنموية الخاصة بهم ولا يكاد يمر عام دون خطوة مهمة في طريق اهتمام الدولة بملف قادرون باختلاف فقد أصدرت الحكومة مبادرة هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لهم حققت الدولة تصارات عديدة لصالحهم والتي تنوعت ما بين تشريعات ومبادرات رئاسية وحكومية في سبيل دعمهم وهكذا تمضي الدولة وبجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة قادرون باختلاف بكرامة واحترام وضمان تمتوعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات دون تمييز اشتركوا في القناة